ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم, أنا دكتور محمد الفران, هندسة القاهرة, أستاذ الزائر في جامعة نورسك دورينا في أمريكا ويسعيد أن يعودوا في باماريبيا، تيم، وهذا شيء طبعاً ممي للفخر النهاردة إن شاء الله من ضمن الـ group of sessions تعاد باماريبيا كـ sessions تعليمية وتثقيفية ونقاشية من مع بعضنا إن شاء الله كان من ضمن الـ topics اللي إحنا بنتكلم فيها اللي هو فكرة الـ BIM أو الـ Internet of Things أو الـ Internet of Things واستخدمتها في إدارة الصيانة والتشغيل للمنشاة من ضمن الـ Session هتبقى المقصد منها هو طرح نقاط كتير قوي هنركزهم إن شاء الله في ثلاثة تكنولوجيز أساسية طبعاً على رأسهم استخدامة الـ BIM مع فكرة الـ Cloud Application أو النظم الساحبية مع فكرة الـ IoT مع فكرة الـ IPD أو The Created Project Delivery وتطبيق كل دا واستخدامه توفيراً للوقت والمجهود والتكلفة بتاع موضوع الـ Facility Management أو الإدارة الصيانة طبعاً بعد يمكن المحاضرة العظيمة اللي كانت لسبوع اللي فاب بتاعت الـ Facility Management هنحن هنا بنحاول نضيف بس جزء صغير على كامل المعلومات ما شاء الله اللي كان موجود فيها اللي هي فكرة التطبيق بالنسبة لنا ما بين الـ BIM والـ IoT في الـ Facility Management فبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ المقصد فيها أو الأجندة بتاعتنا اللي هنحاول نتكلم فيها من العرض إن شاء الله سريعاً عشان تكون برضو ساشن خفيفة ساشن زي ما شاء الله العملاء اللي احنا شفناها وكنا نتابعينها الفترة اللي فاتت هي سريعاً نحاول نعدي هي ايه المشاكل الحالية اللي موجودة في موضوع الـ Facility Management ايه الجديد اللي الناس بدأت تتكلم عليه وبدأت تطبقوا بنفع استخدامات أخرى برضو يمكن احنا بنعرض فيها أغدا شيء يدوني للفخر إن أنا العضو المنتدى لـ System أصله أنبيكي لكن تم تطوير جزء كبير قوي من الموديولز بتاعته والشمل بتاعه مابين في الوطن العربي اللي هو الـ System بتاع ZBuilder وهنا نتكلم عليه سريعاً بس هنتكلم الأهم هو تطبيق البام في الـ Facility Management إزاي ناس بتقدر تطبقوا وليه هنوري حضراتكو رأي الكيسز إن شاء الله تطبيق الـ IPD أو CMMS أو ما يسمى بـ Computer Maintenance Management System برضو تطبيقاته في Facility Management ثم الـ Communication ما بين الـ IoT في إدارة الصيانة فيها وفي النهاية هنبقى بنتكلم إن شاء الله هتبقى في فترة مفتوحة للأسئلة على أساس هذين الجميع أكيد طبعاً هيبقوا إذا كان في تساؤلات أو حاجة نقدر نتكلم فيها مع بعض تمام؟ أول حاجة للتحديات طبعاً غلبيتنا عارفين إن اللي بيحصل في أي CONSTRUCTION PROJECT في أي مشروع إنشائي ما بين التخطيط والمتابعة بيخش الاستشاري بيبتدي حط التصميمات والمواصفات بيبتدي يخش موضوع الـ CONSTRUCTION فيز نفسها وما بين الـ PLEVERS ونطلع بيها بالأسبلد ثم في النهاية طبعاً الإدارة النهائية النهاية بتاعة التلسيانة والإدارة هذا المشروع في حد ذاته وليمكن اللي بتكلمنا فيها في الـ SESSIONS بتاعتنا وتتكلمنا فيها سابقاً في الـ SESSIONS برضو بتاعتنا في مداريبيا إن لو فترة المشروع بيتكلم كإنشائيات وـ CONSTRUCTION بتتكلم سنة اثنين ثلاثة ففترة الـ COPERATION بتاعته بتصل إلى أربعين وخمسين سنة فده طبعاً فترة طويلة جداً اللي بيحصل بالنسبة لنا ده شكل طبيعي بالنسبة للمراحل بتاعة الـ CONSTRUCTION اللي بنتكلم عليها ويمكن الـ LEGEND اللي موجودة هنا اللي هي الـ CONTRIBUTION أو التضمن في مرحلة الـ DESIGN ومرحلة الـ CONSTRUCTION ومرحلة الـ OPERATION على المراحل المختلفة كلها ويمكن لو هنركز على الـ OPERATION فإن طبيعي بتاعنا دلوقتي إن هي ما بعد الـ CONSTRUCTION خلاص، عملنا لأسبالة DRONS وأوى الخلافه وبدأنا نعمل الـ HAND OVER ثم الـ OPERATION طبعاً كل نقدر نقاط التقاطع دي معناها أن فيه HAND OVER POINTS مابين مثلاً مع موضوع الـ DESIGN وموضوع الـ CONSTRUCTION مابين الـ CONSTRUCTION ومابين الـ OPERATION ومابين الـ DESIGN نفسه فكل نقاط التقاطع دي إحنا بنعتبرها HOT LINES لـ HAND OVER بتاعي المعلومات إلا هو بمعنى أن الناس الاستشارية بيبتدي يعمل بموضوع الـ DESIGN وموضوع الـ CONSTRUCTION ومفروض بيسلمها للـ GENERAL CONTRUCTOR اللي بيبقى شغال بالـ SUB CONTRUCTOR زيبتوه وبقى بيبددوا يشتغلوا عليها بيحصل الـ COMMUNICATION ما بينهم معين بعض لغاية ما تنوصل للـ ASBILT على حسب الـ DISCUSION الموجودة ثم في الآخر الـ GENERAL CONTRUCTOR بيسلمها للـ OPERATION كل نقاط التقاطع للمعلومات دي دي كلها نقاط إحنا شايفانها HOT SPOT قوي إلا إن في النهاية إن حجم البيانات بيبقى كتير قوي وبيبقى كل مرحلة من المراحل بتبقى أصعب من اللي بعدها فبالتالي فيه معلومات كتير قوي تفقد في النص وفي نفس الوقت كمان ما بنقدرش نوصل للـ optimum وبتاخد مني مجهود من كل مرحلة للتالي ده منظر فاعلي لما يتم استلامه لو إحنا حطين دلوقتي نبسين الـ HAT بتاعة الـ Facility Management فده اللي بيحصل فعلاً هو بيستلمه كم خطير جداً من اللوح والـ documents والـ manuals وخلافه وده على المستوى الـ digital أقصى لـ 8 بيبقى حجم من الفودرات وحجم من اللوح ده خارق للعادة صراحةً فالناس بتبتدي تستلم كم من المعلومات خطير جداً وغير مرتب وغير معنم فبتكون النتيجة طبعاً هنشوفها بعد شوية وبخلاف كمان أن حتى الـ systems اللي موغولة نتيجة من الـ تتكلم مثلاً في الـ MD الـ electrical firefighting كل system فيهم بيبقى system الفصل تماماً بيبقى ما فيش أي علاقة ما بينهم وده اللي احنا بنسميها الـ traditional ways طيب ده كله ونشوف الوضع الحالي اللي احنا فيه طيب الناس بدأت تفكر فيه ازاي سواء في الوطن العربي كله في مصر وفي هاوي كمان بره الوطن العربي تبقى الـ global construction survey لـ 2016 وجدوا ان ده اللي بالفعل الناس بدأت تشتغل عليه في قطاع الـ operation تحديداً الـ technologies المستخدمة واللي فاعد فعلاً مع الناس نتيجة تستخدمها فوجدوه في فكرة الـ ان هي فرقة معهم حتى في مرحلة الـ operation بشكل كويس فكرة الـ project information encryption مع بعضيها فكرة الـ cloud وموبايل تكنولوجي ازاي بنقدر نستخدمها بشكل قوي قوي ثم في الـ 3D printing والـ integrated real time data analytics ده أدى بالنسبة لنا لنحنا نقدر نحدد يعني ان الاستخدمات لما نيجي من الاستخدمات يعني الـ new et فكرة زي ما المستخدميها أو العاهد الحديث في حسالة الـ management يجب أن نعتمد على 400 technologies بم أولاً وأخيراً ودي تكنولوجي ما شواء الله دخلت في حاجة عشرين سنة دلوقتي ثم فكرة الـ IPD OCMMS أو computerized maintenance management system دي برضو تكنولوجي قديمة بشكل شوية بقالها عشر خمستاشر سنة ثم الـ cloud effect ونتكلم عليه سريعاً وهي الـ IoT فأصبح دلوقتي هو عشان نقدر نوصل فعلاً لـ maximum performance و efficiency المتاحة واللي إحنا بندور عليها كلنا كمهندسين فلابد من استخدام الأربعة technologies دول بشكل أو بآخر من هنا بدأنا صراحة طب نتكلم عنهم سريعاً وهنخش في تفصيل كل واحدة فيهم ما يبقى ليها الـ section طبعاً من الـ stages على مدى السنين اللي فتت لأنها الـ BAM نفسها قدرت توصل كمعلومة بـ أنهما يبقى فعلاً الـ levels بتاعتهم بدأت بـ 3D وعدخلنا فيها الـ times وعدخلنا فيها الـ cost والإنرجي كمان وآخر مرحلة الـ BAM هي بتقدر توصل لها المعلومة وهي الـ facility management بكل تفاصيلها فإذاً الرابط ما بين الـ facility management منتو مدين الـ BAM هي علاقة وطيدة جداً وهي مراحل التطور الطبيعية لاستخدام الـ BAM على مدى المشروع إلى ما بعد إن أنا بقدر أسلم استخدام الـ BAM استخدام الـ BAM مع الـ IPD أدى من الشكل اللي إحنا لسه كنا نتكلم عليه للتعباد ولمعلومات مدينة الناس وبعضها للشكل المقترح واللي الناس بدأت تقضيت فيه اللي هو العلمين هنا إن وجود الـ engineers بتوع الـ facility أو بتوع الإدارة وصيانة المنشآت لابد من وجودهم من البداية خالص وانتبعتهم مع الناس بتوع الـ design والتعاون مع الناس بتوع الـ construction للوصول إلى أفضل الحلول بالنسبة لنا فده كله أصبح مخلي الموضوع تماماً أصبح streamlined ما بين الثلاث قطاعات كاستشاري وكـ general contractor وكمان كـ operation وتشغيل فيما بعد إلى أن نوصل مرحلة الـ hand over فساعتها الـ construction يختفي وبيتبقى دائماً الـ facility كاستشاري مع المبنى نفسه والناس بتعاة الـ operation فيها طبعاً الفرق اللي إحنا شايفينه ده ده فرق صداولي كبير قوي والناس اللي بتشتغل إزاي الاسواق كـ general contractor وتعمل الـ hand over للناس اللي بتعمل operation and facility management أو العكس الصمياء والإخوة اللي بيشتغلوا كـ facility management وإزاي بيقدروا يستلموا حجم مع المادة كله فكرة اللي بم مع الـ IPD أو الـ integrated project delivery اللي قلنا سعداء إن إحنا عملنا عليه session سريعاً من حوالي 3-4 أسبوع مع الـ أصبح الموضوع فعلاً بكل سهولة ويسر والناس ماشية مع بعضيها بالتفاصيل فما بيقاش في أدنى مشكلة نقدر نقول إن هي مرحلة مرحلة زين هي تباينة عندنا في الرسمة بتاعات الـ فكرة الـ cloud مرحلة كلنا سمعنا عن الكلمة دي بس باختصار هو فكرة تعبدية بس باختصار إن هي بقى البيانات اللي متاحة في public cloud أو في private cloud مش 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 هي هي النقاط التفاصيل لكن فكرة إن البيان نفسه أصل لكل الأشكال ونعملها على الناسه أو على الويب أو خلافه فأصبح من يبقى فيه زي ما نحن بنعملها في الطبيعي دلوقتي سواء على جوجل درايف أو بس كناً إن هي أدفانست شوية نعمل البيانات وفي الآخر أنا بتصرها في معلومة وهو ثم بعد كده فكرة الـ وهي ببساطة شهيدة جداً هي مش فكرة حديثة وإن كان الأكليكيش بتاعتها والتطورات اللي تمت فيها في فترة الزملاء والإخوة اللي كانوا شغالين في الإلكتروميكانيكال أو ما سمي حديثاً بالميجاترونيكس لو أفكرة إن أنا عندي كنترولر أو عندي سامسور وبعد أضع عليه بي ألي سي كنترولر وأبعثه بال أو أبعثه بال أو أبعثه بال بعين كانت وصيلة الكمانيكيشن أصبح دلوية الموضوع على بعين تطبيقات كيلة بفكرة التطبيقات من المتحدثة لأفكرة لأفكرة فكرة خلاص ترجمة نانسي قنقر طيب هل كده السوط أفضل يا خونا ولا برضو لسه فيه تطيع في السوط طبعا 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 اخر خمس دقائق بقى نرجع فيها عشان انه واضح هي من الصوت هنبتديها سريعا من امكان يعني من فكرة IPD ذي ان كان لنا فهمت ان فيها اسرع فمن هنا بدأنا المخترحات كلها كانت باستخدام IPD والبن طبعا هما انتجريتد مع بعضهم ومكملين لبعضهم ده فرق معنا كتير قوي في حجم البروسيس وان ازاي ان كل الاضاء حتى نفسه يبقى هو انفولفد من موضوع الدزاين تبقى انفولفد من موضوع الدزاين من البداية والاتنين يتابعوا مع بعضهم سواء في مراحل ما بين البيدر وما بين التكنيك وما بين الكنستراكشن نفسها وما بين الكنستراكشن والاند اوفر والاوبرايشن فده في حد ذاته خلى حجم الكمبكس كتير فكرة الكلود وده سريعا اللي برضو كنا بنتكلم فيها ان فكرة الكلود باختصار شديد جدا هو داتا كلها بتاعتي تبقى موجودة سواء في برايفت كلاود او في ببليك كلاود عشان الناس برضو بتتخض او بتخاف تقول لا البيانات بتاعتي كلها تبقى انظر ببليك لا دلوقتي بقى في حاجة اسمع برايفت كلاود يعني السيرفر نفسه بكل بياناته يبقى موجود عني بس الاسم يبقى متاح على الانترنت بشكل قوي وبشكل مباشر وبينزل عليه بعض بعض اقدر اتحكم فيها بس في الاخر اقدر اشوف حجم البيانات دي كلها واقدر اكومنيكات عليه سواء من الموبايل سواء من الويب أبليكيشن سواء حتى او ايا كان الديسكتوب أبليكيشن اللي انا بتكلم عليه ثم بناءنا نتكلم سريعا عن فكرة الانترنت وهي فكرة نصها قديم ونصها حديث نصها قديم زمائلنا واخواتنا كلهم اللي في إلكترونيكس وفي إلكتروميكانيكال وفي ميجاترونيكس حتى الاخسام الجديد اللي بدأت تطلع اعتقد عندنا كلنا فكرتها كلها بنا نعيب عني سنسور وإكتويتور بس بقدر اربطهم زمان لو نتكلم الفكرة نفسه من 20-30 سنة قدر يربطهم سواء ويرد كومينيكيشن عن طريق PBC أو SCADA أو خلافه دلوقتي الموضوع اتطور شوية وقدر كومينيكيته عن طريق الواي فاي أو زكبي أو أو GSM أو 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 سواء الـ owner property او general contractor او consultant ان هو يدير مشروعه بكفاءة بيزد على فكرة ان توفير الوقت والنفقات ورفع كفاءة العاملين مشنوع من انواع رفائية صلاحة نتيجة ان جالبيتنا شايفين المسوق الـ construction فكانت الفكرة من هنا حطينا علينا تارجت نحن نقدر نطلع بـ cloud application يكون متكامل وفيه كل الادارات اللي الناس بتشتغل ومن هنا ظهرت فكرة zeebelder تقريبا من 2010 مشكلتنا الحالية ان في مرحلة الانشاءات او في اثناء الـ construction thesis نفسها دي هي كل الادارات اللي احنا نشتغل معاها طبعا ده في شركة واحدة او في كانوا واحد سواء من الـ bidding او دارة التسعير الـ planning asset management او دارة الوصول الـ satellite chain بشكل قوي ببالية دخلة ثم الـ EMS او ادارة المرسلات و الـ document control الـ project control ومرابط المشاريع ثم ادارة السيانة وتشغيل ودي اللي بتستلم كل البيانات بشكل او باخر منها كانت المشكلة او اللي اعتقد كلنا اصبحنا موطنين عليها في المشاريع بشكل او باخر ان في حجم communication كتير قوي ما بينهم وبعض بالدرجة ان المشروع نفسه بيختفي ما بين الادارات وبعضها من حجم transaction واللي هي في الاخر بتعود بينا الى المرحلة اللي احنا شفناها اكوام من اللوح واكوام من الـ versions اللي بتطلع كل شوية وحجم من الـ DVDات والـ CDات والـ data share خارخ للعالم من هنا جات طبعا الحجم السابق ده ادى كانت مشاكله المعتادة بالنسبة لنا ايه طبعا مفيش تواصل معلوماتي ما بين كل الادارات وما بين كل الاطراف اللي موجودة فيها سواء owner سواء consultant سواء general contractor سواء sub contractor سواء vendor حتى بيوردلي الحاجات اللي بشتغل بيها في المشروع كل واحد شغال بـ separated entity تماما فده كان ادى لمشاكل كتير جدا فيها طبعا ده ازود فكرة برضو الاخطاء البشرية لو احنا بنتكلم عندي خمسين كيان بيشتغلوا في المشروع بنتكلم عليها المشاريع الميجا project كل واحد يشغال في مية مهندس او خمسين مهندس فانه عندي ميتين وخمسين بني ادم طبعا المشاريع بتبقى فيها عداد اكتر من كده لو كل شخص اخطأ خطأ بشري واحد بدون ما يتراجع عليه فبتصبح اخطاء المشاريع ضخمة جدا وفي اخطاء فين فعلا ممكن تكلفنا بملايين ثم زيادة التكلفة للاجزة الحاسبات والكمبيوترز والآي تي والسيرورات والكلام ده كله اللي تحلت فيها ثم كمان فكرة عدم توفر البيانات المساعدة لاتخاذ القرار المشكلة دي بالذات اعتقد غالبيتنا اسواء الاشتغل في التنفيذ او project management بشكل او باخر او حتى في المراقبة المشاريع بقى اصبح ده المعتاد جدا بالنسبة لنا انما تجيلي البيانات متأخرها بتاعة شهر ثلاثة مثلا وانا في شهر ستة او نوعبال ما هم هناك بيخلصوا بيقفلوا بتاعتها بيبعتوها للادارات الرئيسية بابتدي ارجحها واطلع منها البيانات رئيسية بتاعتها ثم ابتدي اشوف القرار بتبقى المشكلة عدت من زمان ودي نتيجة المشكلتين اللي احنا بنتكلم فيهم ان ما فيش مكان واحد كل الناس بتقدر تتعامل فيه بالبيانات بتاعتها وتدخل الداتا بتاعتها وتراجع الداتا بتاعتها وتسمع في بقية الادارات او القطاعات المعنية فيها ثم برضو اخر حاجة في المشاكل الموجودة الترحيفة العالية للتنخيص البرامج او اللايسنس بتاعتها انه كلها بالارقام وبعداد كبيرة فمن هنا جات الفكرة صراحة بفكرة ايه بفكرة ان اللي هو زي بلر ازاي ان كل الادارات دي بتجمع وتحط البيانات بتاعتها بشكل كبير قوي في مكان واحد واصبح حجم الناتا دي زي ما بيقولوا بيزد على ان هي IPD او integrated project delivery يعني ايه يعني كل البيانات اصبحت قطعة بازل بتركب مع اللي جمعها فبتديني معلومة اكبر بتتجمع مع المعلومة بتاعت التخطيط فتديني معلومة افضل واوضح للموضوع لا ادارة الاحتياجات او supply chain management بتدخل تقولي اه انا عايزة الموردين اللي حطوها عندي هنا والكلام ده كله فاصبح الموضوع بالنسبة لنا زي puzzle of information زي ما بيقولوا بحيث ان هي في الاخر تتجمع للowner او project manager اللي هو يقدر يشوف كل البيانات دي بشكل واضح طيب الركيز الرئيسية والمين فونديشن اللي احنا بتتكلم عليها في system بالشكل ده طبعا اكيد عددين عليها اللي هو فكرة الIPD ان انا رأى integrate كل الادارات وكل القطاعات الموجودة وكل الاستادة المهندسين وكل الاستشاري وحتى subcontractor وحتى vendor في مكان واحد فكرة cloud ان هي تبقى داتة متاحة من اي مكان مش لا انا موجود في الشاركة بس لكن الموقع مقطوع عندي لا انا ده انا في الموقع بس مش عارف اكون من كيف لان فكرة ان construction عندنا طبيعي جدا الادارات المعنية او owner بنفسه او الاستشاري بقى تعدد الاماكن اللي احنا بنكون موجودين فيها فده طبعا كان لابد من وجود centralized file وما كانش فيه طبعا اكتر مكان مأمون بشكل او باخر وسكورد برضه بشكل قوي ونقدر نكونترول عليه بشكل كبير لان هنا اللي cloud فيها والبام وهي اللير الرئيسية اللي طبعا لازم نتكلم عليها وحجمها ثم التأمين المعلوماتي ان انا اقدر اقامل المعلومات بتاعت دي كلها بشكل سكيورد وكان اشهر حاجة في السكيوريتي ظاهرت الفترة اللي فاتت وهي فكرة blockchain security وهي الحمدلله احنا مداخلين فيها partner مع IBM لتأمين المعلومات بتاعتنا ثم اخر مرحلة خالص وهي فكرة الزكاية الصناعي ودراسة البيانات او ما يسمى data mining اللي هو لو كلنا لو حضراتكم شفتوا حجم البيانات اللي تلم اللي بقى موجود في كل شركة من الشركات اللي شغالين معاهم كاستشاري حجم البيانات بقى بعدة مئات من الملايين من الترانزاكشن زي ما بيقولوا بتبقى شطارة كل شركة بالفعل ازاي اقرأ البيانات بتاعتي السابقة عشان اتلان عليها اللي جاي سواء كدراسة او اقدار التسعير او تشغيل او تنفيذ او فسالة management او او خياسة فكان لابد من اضافة هذه اللير اللي احنا بنسميها data mining او استخدام الزكاية الصناعي وده بالفعل اللير بداية دكتور واتسون ودي اشهر اللير للزكاية الصناعي ان احنا بندربه ونفهمه ويخش معانا عشان يساعد في اتخاذ القرار بالفعل بمشاريع تمام طيب سريعا برضو ده شركاء النجاح بتوعنا وده يمكن احنا سعداء ان احنا احدى افراد التيم القوي لمدموعة شركات حسن علام وجولدين بورتمر مع شركة زي سياج وده سبق نحنا دعاوننا ومازلنا من ندعاون مع شركات زي أوراسكم والسويدي في الوطن العربي وفي امريكا مع شركات زي ومسكين ما هو مشاريع في افريق ودي المشاريع الحالية اللي شغالة بالسيستم بتاع زي بيلدر ابراج الاعلامين وزارة الخارجية مجامعة الملك سالمان ده جزء بس منها مش كلها لشان شاهزة صدح حضراتك واشان نكمل فيها طيب من هنا بقى بدعنا نتكلم في الجزء بتاع البام في تحديدا ازاي نقدرنا السفيد منه طبعا اضافة البام للتحديدا هي اضافة خارقة للعادة من اهمها فكرة ان انا بضيف مجال كبير جدا زي ما شفناها سابقا لموضوع الموضوع 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 ما بين تحديدا تحديدا او موضوع السيانة وادارة المنشئات وما بين الناس بطوع الديزاين والاستشاريين وبين الجنرال كنتراكتور او مقاولين اللي بشترموا فيها وجواليزين بالمينتينونس اوبريشن نفسها اللي بتتم خلاص المشروع خلص وتسلم وهاواء خدافه هنشوف مدى التعقيد اللي ممكن نوصله بيها بس ازاي باستخدام البامة بعد موضوع اسهل لدرجة ان منظامة زي الـ EFMA المسؤولة عن تجهيز وتصنيق والليسنزنج وتدريب السادة المهندسين الخاصين بالفاساليتي منجمنت نزلت كتاب كامل عن البام فوق فاساليتي منجمنت وده كان انجاز كبير لنا كبام انجينير زمومن طبعاً اللي ادخال الناس بتوالفاساليتي منجمنت في الدزاين وان احنا ازاي نقدر فعلاً هنشوف نقدر اريدوس التايم والكوست للعملية الفاساليتي كلها الفكرة كلها ان احنا عندنا تو اوبرايشن اوبرايشن بدايعت فاساليتي منجمنت واحدها والبام دي دخلة الزي بلدر بالنسبة لنا هنا كان لابد ان احنا نجحز لطريق ان انا استقبل كل البيانات اللي جاية لمن البام اي ان كان الابريكيشن بتاعها الشهيراً مثلاً زي الرافل زي بانتلي زي تاكلة اي ان كان حتى زي الابريكيشن الأخرى الابريكيشن تعديداً ان انا قدر استقبلها وعمل لها كلها هند اوفر ودخلها في المنظومة وابتدي اعمل لها اسب مانجمنت واقدر افرق ما بين الاجهزة الاسبت سي دي وبعضها وابتدي اجهز لها فاساليتي مانجمنت واجهز لها بقى السايكل الكاملة بتاعت الاسبت سي دي كلها كبرودكتف منتنانس وكوريكتف منتنانس اي عمليات السيانة الوقائية والسيانة الفعلية لو في مشكلة حصل تقدر الله ثم بقدر اعمل ولو في مشكلة لازم ارجع في باك الموضوع الابريكيشن البداية اللي انا بشتغل به اقول له محتاجين لريدزاين الموضوع في الجزئية دي والسايكل دي في حد ذاتها هي اللي كانت بتبقى فيها مشاكل كتير قوي ومش سهل جداً تدخلها وان كان كان فيه طبعاً محاولات كتير وفي أبريكيشن زكير بدأ التحاول للموضوع ده بس ما كان دايماً بنواجه فيها مشاكل أثناء التشغيل وان كان كنا بنحاول طبعاً نستفيد من خبرات السادة المهندسين اللي ومشغلين فيها فعلاً فكفة سابقاً وده طبعاً اللي يؤدي لنفس الجراف اللي صراحة مبارسعيد به جداً اللي احنا بناقدر نوصل به فعلاً للتنمية تبقى الدي اسمه فكرة الـ Z-Builders كـ Application في Facility Management لازم يبقى فيه بعض الخواص اللي احنا متفقين عليها واللي لازم تبقى قادر نشتغل عليها فكرة اننا يبقى عندي ليرس أو الـ Disabilities مختلفة عشان مش محتاج أشوف تفاصيل مبنى معقد واعتقد حضاراتنا طبعاً عارفين قد ايه الدنيا لما تبقى فيها تفاصيل كتير قوي سواء Structure أو MAP فلا أقدر أفصلهم وفي نفس الواحد أقدر أشوف أشوف المنظر العام بشكل كبير وإن كان أقدر أشوفه منفصل فكرة اننا لما يبقى عندي البن مودل في حد ذاته قادر أشوف كل الـ Categories شايف الـ Tree Structure بتاعي عارف أنا أسرش على قلة وانتباعينه عارف أنا تجديد بـ 3D بدون استخدام Application الكلام ده Cloud وديه صور حية من الـ System فمش محتاج أجيب سوبر كمبيوتر أشتغل عليه عشان أقدر أعمله لا، ده من الموبايل بتاعي من التابلت من البسكتوب جهاز عادي خالص أو لابتوب أقدر أعمله أشوف مكاني فعلا فيها فين أقدر لو في عندي أي أمكانة المشكلة اللي أنا شايفها كفاصلتي أعلم على الـ Element أو الـ Object وحط عليه Screenshot وأكتب الـ Comment بتاعي على أساس نبتدي فعلا نتابع ما بين الناس وبعضها الجزء الأهم هنا نبتدي بقى في الـ Facility مع الـ Bam فعلا هي ربط حجم المعلومات الضخمة جدا اللي ما بين الـ Bam Model أو الـ Bam Elements تحديدا كل التفاصيل بتاعتها بمنظر زي اللي إحنا شايفينه إن أنا قادر أدخل النوع بتاعه هو الـ Compressor ولا Schiller ولا خلافه إذا كان دي Serial Number إذا كان الـ Make Model بتاعه إيه المواصفات كل حجم البيانات دي كلها بتتخزن وبتتخزن على الـ Cloud System بتاعه فبالتالي أنا ما رقيتش محتاج أتقل الـ Revit File أكتر أو أتقل الـ Bam File أكتر أعين كان للاستخدام بتاعي لأنه لازم أشير حجم الـ Information دي وبالذات لما يبقى فيه Vendor هو اللي بيورد لي الكلام ده ومعاه الـ Documents بتاعته بتاعته نمرة اتنين فكرة الـ Layer Visualization تحديداً وأن أنا أقدر في أي وقت أو في أي view من الـ Views بتاعي أن أنا أقدر أشتغل عليه أن أنا أشوف الـ Layer بتاعت الـ Piping أشوف الـ Layer بتاعت الـ Firefighting نعم كمان كده كمان كده أو السوق بيقطع في حاجة لا دكتور الصوت تماما الصوت تماما دكتور صوت طبعاً من أشهر الاستخدامات اللي موجودة بتطبيقات الـ BIM تحديداً مع الـ Facility Management هي تطبيقات الـ AR والـ VR ويمكن أحاول عشان نقدر نشوف حاجة بس كده صوت 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 عشان صوت 做 صوت 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 一 فأصبح الإنجينير مش محتاج يكشف على المبنى أو يشوفه لا ده هو خلاص أصبح هو شايفه فعلاً باستخدام الموضل اللي تم بناءه وتم تعديله أزل اسبلت بتاعنا بقادر يمشي فيه فده مش مش فارشوال ريالتي ده هو فكرة الانجينير ريالتي ان انا بقدر يركب الـ 3D Model على الحقيقة بالنسبة لنا وبقدر افاصيلاتي التعليق طبعاً في استخدام آخر وده شهير شوية أشهر شوية من الـ اقدر فعلاً أقارن الـ elements كلها وقدر اتفرج عليها واشوف بتاعها زي ما بيقولوا مشي ازاي كل ده باستخدام نفس الـ الموضل اللي احنا طلعنا بيه بس طبعاً بيبقى level of detail ميمم 450-500 عشان نقدر نوصح بيه لفكر الـ facility management بهذه التفاصيل ده كله فقط لغير هو إفادة القطاع بتاع الـ facility management وإدارة صيانة باستخدام البم فقط مع جزء من الـ IPD وده اللي هنتكلم فيه بالتفصيل إن أصبح الموضوع خلاص أنا مش محتاج لعني حجم من البيانات كتير أوي حجم من الـ data كتير أوي حجم من الـ نقدر نقول الورقيات فيها كتير أصبح الموضوع من نسبالي في أي وقت دا ما احنا كنا لسه شايفينها دلوقتي أنا عايز أقدر أفتح الـ model بتاعي أصبح بالنسبالي المعلومات بس مش فقط لغير دا نقدر أجيب هو مين اللي ورده ونوعه وإيه وإيه المركب بتاعته وتورد إنت وإيه التفاصيل حتى سنة الصنع أقدر أجيبها بتاعة الـ elements والمعلومات دي مش بيتم إدخالها يدويا خالص هي بيتم نتيجة إدخال الـ IPD هو مين اللي ورده ورده بأمر توريد رقم كام سنة كام وإيه الـ documents اللي هو الديهاني كفاصيلتي فأصبح كل الـ processes دي حرام إن أنا أقول إن هي بالفعل تبقى موجودة في system واحد لا دا سوري في desktop application أو في application بتاع الموضلين لا دا كان لابد من إجراء أعلى شوية منها يبقى system هو اللي بيقدر يستقبل الحاجات دي كلها مع بعض فمن هنا أصبح فعلاً نقدر نقول الـ new أو next generation of facility management باستخدام الـ BIM هو أفكار كلها زي الـ AR ما أصبح مهندس الصيانة مش محتاج أكتر من إن هو بيلبس النظارة بتاعته هي بتاكتل GBS والبوزيشن بتاعه وهو في أنهي دور في أنهي area في أنهي zone وهو خلافه فبيبتدي يخش البساطة الشديدة جداً شايف كل الـ infrastructure بتاعته وبالـ piping وبالكلام دا كله جدون ما يكسر ولا دا ويبتدي يقدر يحدد المشاكل بتاعتها واستخدامات الـ VR طبعاً حدثوا على الحرج إن أصبح بالنسبة لي حتى الـ preparation والـ planning بتاع الـ corrective والـ predictive plans مش محتاج إن أنا أنزل للموقع نفسه لا دا أنا بقيت جوا الموقع بتفاصيله المعقدة اللي زي الفيديو اللي إحنا شفنا دا فبالتالي أصبح الموضوع أفضل مئات الألاف من المرات بالنسبة لإخواننا المهندسين بتوع الصيامة والسوملاء بس الاستخدام الـ BIM واستخدام الـ IPD طيب هنعدي سريعاً برضو على التكنولوجز الثانية أو التكنولوجز الثانية اللي اسمها CMMS أو IPD-CMMS واللي زي ما كنتوا أقول لحضراتكم فكرتها كلها أو اختصارها هي Computer Maintenance Management System بس أضفنا عليها فكرة الـ IPD لأن الـ maintenance عموماً هنشوفها دلوقتي هي بتندرك في إيه؟ بتندرك في إن أنا بقدر ألست الإكوامنس اللي عندي وقدرها مين يدخل مين اللي خرج أقدر حطي لها الـ plans بتاعتها وخطة الصيانة، خطة التشغيل، الـ KPIs والـ dashboards بتاعتها فقط تغيير فده الـ General functions بتاعت CMMS لكن لما بني نتكلم إضافة الـ IPD لها أو Integrated Project Delivery عليها لا، ده هي بتربط بـ Level مختلف تماماً لأن دي بخلاص هو ربط بـ Supply Chain Version هو ربط بالـ Document Management كلها والمراسلات عندما بين الناس وبعدها سواء أثناء مرحلة الـ Construction أو أثناء مرحلة الـ Hand Over أو أثناء مرحلة الـ Operation ده بعض من الإجراءات إن أنا بقدر أتريس إي عمليات التشغيل، إي عمليات الصيانة، أقدر أعملها سكاديوالين وـ External Work Request لو فيه ساب كونتراكتور لعمليات الصيانة عندي، الـ Audit والـ Certification اللي موجودة فيها ومن هنا بقينا من Highlight بعض الإدارات اللي هنتناوم عليها والتشغيل بتاعها فيها زي إدارة المرسلات والإحتياجات والوصول المعدات للتعاون مع السيانة والتشغيل فقط عن طريق الـ System اللي أريد يدخل عليه الميانات المشروع كلها واللي استفادة بقت متاحة للمشروع نفسه حتى ما بعد إن أنا أنهيت إنشاء المشروع وبدأت مرحلة الـ مرحلة التشغيل بالنسباله طبعاً الوظائف المتاحة اللي احنا متفق عليها كـ Operation Management اللي هو إدارة التشغيل وإدارة الصيانة وتكلفة الإهلاكات بتاعته والطاقة واستخدماتها وقطع الديار ومين الـ Operators اللي بيديروها في بعض الحاجات والليكور بتاعت التصنيع من هنا بدأنا نتكلم فيها استفادات بقى عملية الـ Supply Chain السابقة وعمليات الـ Operation والتسعير والـ Planning بدأ إن Zeebelder بقى بيينجكت على طول البيانات بتاعته كلها بدون إدخال بدون إعادة مجهول مرة أخرى لإنه خلاص قريدي البيانات تم إدخالها مرة واحدة فالموضوع بيتجك بشكل أفضل بخلاف هذا برضو فكرة الـ Handover أنه نحن نقدر من إنتجريت مع حجم صوفت وير كتير قوي فرنسحب منه كل البيانات المتاحة اللي تقدر تفيد الـ Facility Management أو تشغيل إن أنا باستطيع أشتغيله حتى الـ Planning زي Microsoft Project و Oracle Pranovera فكرة الـ DMS هو أن أنا أقدر أستطف من الأول خالص الـ Folder Structure بتاعي وده تبع عنه Element وده تبع عنه Asset وده تبع عنه Zone في الـ Zones بتاعتي وأشوف الـ Security بتاعتها عشان نقدر نشتغل عليها وأقدر أكومنت عليها وأعلق لأي أن كان من له السماحية للوصول هنا بالـ Document بالـ Drawing بالـ Arrshpect بالأي برجل اللي حاصل عليها طبعاً مع الـ Viewing بتاعي ما أنا باقت شايف في الـ Documents بتاعتي كلها متستفها وشوي كلها Related بـ Elements و Related وكلها اللي رفاحها هو الـ Stick Holder بتاعه اللي هو وأي أن كان الـ Vendor أو الاستشاري ده رفع لي الموصفات نفسها أو الـ Subcontractor اللي دخل معي في الـ Testing & Commission بتاعتها كلها بتبع مربوطة في مكان واحد ومربوطة بالشخص اللي أضافها ومربوطة بالـ Element بتاعتها فأصبح الحجم البيانات نفسه included فيها بشكل قوي ثم تيجي مرحلة أننا الـ Equipment Allocation في الـ Zones بتاعتي عشان أقدر أتبعها هنا بداية بقى استخدام أنا كراجل مهندس فسالتي بقيت مش محتاج أفتكر هو أقص للـ Serial Number بتاعه كان كذا كان رخمه فين أو ده اللي استخدامه لا أصبح الموضوع وأنا شايف الـ BinModel Unreal Case زي ما احنا بنتكلم فيها بقدر أكليك عليه بقدر أعمل عليه أمر شغل مربوط على الـ Element أو الـ Asset اللي احنا شايفينه ده فأصبح قدرتي أنا كمهندس تشغيل وإيه الحاجات اللي عملتها شايفها فيجولي وإلي هو زي ما بنقوله كده بأضعف الإيمان لو مش أستخدم الـ AR و مش أستخدم الـ VR فأنا بستخدم الـ BIM as a Modeling بالنسبة لي فبقدر أتريس كل الـ Asset اللي موجودة عندي بالبيانات الكتير قوي اللي متخزنة فيها وآخر مرة عملت عليها صيانة أصبح الموضوع ده كله متاح على Cloud version مش محتاج له أجيب له جهاز غالي التكلفة بـ License غالية التكلفة لا أصبح الموضوع ماتشد معي بشكل قوي ومن هنا نفس الحكاية من الزي بألدر بيقدر ينجكت الـ BIM موضل بتاعي وهو رابط كل أوامر التشغيل وأوامر الصيامة اللي موجودة عندي هنا نفس الحكاية في الـ Productive Maintenance الـ Documents اللي تم رفعها من الإستشاري كـ Specs أو من المورد كـ Vendor أو Brand Data Sheet بالنسبة لي فأصبحت يتم إنجكتها في البيانات بتاعتي كـ Repair Request أو في الـ Maintenance Detail اللي بقيت موجودة عندي طبعاً فكرة الربط ما بين الـ CMMS وما بين الـ IPD من ناحية أو اللي هو الـ Maintenance Management System من ناحية وما بين الناحية التانية بالـ BIM زي ما حضراتكم شفتوا الموضوع انتقل لـ Layer تانية خاص وخطوات تانية خاص خلاص بنسبة 80% شركات كتير قوي بالذات تحديداً في إنجلترا وأوروبا يمكن أكتر شوية في فكرة الـ Facility Management واستخدامها لأن هما وجدوا بدراسة صغيرة جداً من السنة اللي فاتت أن هما عندهم ما لا يقل كـ Facility Management بنتكلم في ما يقرب من 250 مليار يورو ده حجم الـ Facility Management الموجودة في يوروبا طبعاً اللي تم قياسها فيها 250 مليار يورو عايزين يدوروها في السنة بأي مشكلة بتحصلوا فيها بتسبب لهم مشاكل كتير جداً وبتسبب لهم أزا كبير قوي فأصبح إن الترميناولوجي بتاعة استخدامات فعلاً CMMS مع الـ PIM مع الـ VR مع الـ AR عشان أقل الـ downtime زي ما يسموها أو فترات التوقف أقل الـ breaks اللي بتحصل نتيجة الأعطال الغير مسجلة نتيجة الأخطاء المشارية نتيجة الإخفصال المعلوماتي فأصبح خلاص من 2016 فعلاً من الـ بقى أكتر من 80% من الميجا بقوا بيستخدموا الـ BAM مع الـ CMS مع الـ IPD مع التكنولوجيا اللي هنتكلم عليها دلوقتي اللي هي فكرة الـ IoT أو الـ Internet of Things زي ما إحنا هنتكلم عليه ده منظر بسيط جداً لمبنى بالفعل Schematic إنه هو إزاي بقدر أركبها يمكن زي ما أعرفت حضراتكم أو أتكلمنا سريعاً هي إيه فكرة الـ IoT هي فكرة جديدة؟ لا هي مش فكرة جديدة هي فكرة قديمة قدم الأزل من أقسام اتصالات وأقسام Electronics فيها ويمكن أنا فخور إن أنا التسعيناتي فعدت علي الأقسام دي كلها إلى أن وصلنا لـ Megatronics الفارق الشديد ويمكن لما كنا بنشتغل حتى على الأرض زي ما بيقولوا وإزاي نقدر نربط ما بين المصانع كوحدات إنتاجية وما بين الغرفة التحكم دعيتها وبالذات في محطات الكهرباء فيها كنا بنستخدم وعيرد communications وعب الإسكادة وعب الـ PPC وعباياً كانت الطريقة الفكرة اللي تمت إضافتها فعلاً ما نعليد من الموضوع يبقى يبقى وائرلس باستخدام ويفي باستخدام 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 الـ باستخدام باستخدام لأوضة في المبنى بتاعي عايزة بتاكت هي فاضية ولا بليانة والموشن سنسورس وأول ما بتدي أتحرك النور يبتدي ينور الأفكار دي كلها ظهرت بس من نتيجة السنسورس دي كلها كانت من قديم الأزل وإن كان بدأ استخدامتها ونتيجة الكميونيكيشن بتاعتها وهو خلافه هي اللي بدأت تزيد قوي فبدأت بالفعل يستخدم فيه IOT بشكل قوي جدا والحمد لله زي بيلدر كان من أوائل النظم وفيها بام واللي بدأنا ننتجريت فيها من 2017 مع فكرة الليارز الأخرى من IOT ككومينيكيشن لأن الوضع بقى محتاج بالفعل المرحلة اللي هنتكلم فيها طبعا البينافيتس نحن نتحدث كIOT بنافيتس إلى مدى نهاية وفي محطة كهرباء أو في مصنع أو في مول حتى عندي غرفة الشيارات وغرفة الكنترول بتاعت الكهرباء والكلام دا كله لا أصبح الموضوع من نسبالي بيجي لي كل المعلومات اللي أنا عايزها من الاريز اللي احنا تكلمنا فيها سابقا هنا بيجي لي كلها اوتوماتيك بدون توصيلات معقدة وبدون لا دا الكمينيكيشن قطعت فأصبح بتزود لي فعلا الـ efficiency بتزود لي الـ productivity لأقدر الله في مشكلة حصلت فبقدر أتجنبها على طول بتزود لي الـ profitability لأنها بتقللي التكنيف اللي فيها وهنا دا مثال برضو باستخدام الـ IOT مع الـ BIM لأن أنا صراحة من عشاق الـ BIM من بدايات الألفينات من قبل ما حتى أوتو نسك تشتريه فليهذا كان إدخال الـ BIM فيها كان مهم قوي كل النظم قبل اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة كلها كانت نظم أه حصلت مشكلة بطلع شاشة صماء مفيش فيها أي شكل من الـ visualization on 3D إلحق فيه مشكلة كهرباء فيه مشكلة هنا استخدامنا للـ BIM مع الـ facility مع الـ IOT كمان والإدخال اللي بقى موجود عندنا هنا أصبح إن أنا في أي مشكلة أنا بقدر identify الـ facility management وهو قاعد على مكتبه هي المشكلة فيه قبل ما ينزل لها أصلا فبالتالي بقى يقدر ياخد القرار مش القرار بس على رسالة صماء لا دا باستخدام المعدة تحديدا الـ VEGWAL اللي هو شايفة لأن خلاص المشكلة حصلت حصلت في entity جيالي من IOT sensor معين مربوط الـ IOT sensor دا على دم ألمان بعينه فأصبح الموضوع من المنسبة لي لا شيء هي النقطة فيها فعلا أن أنا بقيت بوري له أين كانت المشكلة بجولي فيها وطبعا باستخدامات الـ AR و VR الموضوع هيبقى عدة جمان السماحية بتاعته طبعا بقدر أتريس كل الـ data on real-time case مش هنتكلم بقى باينات أو بلما بتتنقل والكلام دا كله فبقدر أكومينيكيت فيها بشكل قوي سريعا هنا أنا أتكلم مع بعضين سريعا هو زي أقدر أبني IOT system facility هم ثلاثة layer لا أكثر ولا أقل layer device نفسه اللي هو السنسور بتاعي أو الـ actuator اللي هو زي الـ relay زي ما احنا بتسميه لو حصل overload افسر الكارابة لو حصل pressure زيادة اعمل leakage valve في الناحية الثانية الـ processing و data storage و control كلها دي دي جزء sensors والـ actuators الموجود عني لازم يبقى فيه connectivity layer اللي إحنا كنا نتكلم عليها سواء wire زي SCADA system و PLC control system أو باستخدام زي ما كنا نتكلم فيها as a wireless على استخدام الـ Wi-Fi أو استخدام الـ GSM أو استخدام الزيجبي protocol ثم في الآخر لازم layer بتاعة cloud infrastructure اللي هو نصبا لنا هنا نستخدمه في النص ما بين connectivity layer ما بين الـ application layer اللي هو زي بلدر اللي هو السيرفر اللي فاهم كل البيانات دي كلها وعارف يستفها مع بعضها وعارف يفجوليزها بشكل أو آخر ويقدر يستورها في السيستم بتاعه ويمكن هنا دي سامبلز السريعة لإحدى المشاريع اللي إحنا فعلا نشتغلنا فيها من الـ sensors كانت من الشركات الشقيقة العربية اسمها fatlab والسويدي مجموعة السويدي صراحةً في نصر برضو عندها تضاع R&D في الـ IoT يعني لا تحسد عليه ثم برضو إحدى الشركات الشقيقة بالنسبة لنا في فكرة الـ Access Network والـ Connectivity والـ Device ويمكن هنلاحظ انحنا بنحاول نبني solution كامل للناس كلها بنتقات عربية في أقل ما يكون ثم أخر حاجة هنا ده سامبل بجد بالـ Sensors وإزاي بيخش على الـ HUD أو زي ما نسميها لشاشة الإلكترونيك ثم البيانات كلها بتتباعت عن طريق الـ Wi-Fi الـ IoT Partners اللي إحنا بنتكلم عليهم وإنكمالهم هو Intel IoT Getways السويدي FabLab فيها إحدى المشاريع اللي فعلا بدأنا نطبق فيها استخدامات الـ IoT مع البام مع الـ IPD هنا في مصر وفي الشرق الأوسط ثم في النهاية عارف أن صدعتكم في خلال الوقت ده وإن كنت بحاول أحافظ إنه بيبقاش الموضوع صراحة زهق بالنسبة لكم لأن كل موضوع فيهم ممكن فعلا ناخد فيه سنجرز كتير قوي بس كان الهدف الأساسي إحنا بنفرد كل المتاحة لنا كـ استخدامات البام مع استخدامات الـ IBD مع البام الـ IOT بيفرد معي بحيث أن تبقى هي الفاتحة لنا جميعا لتبادل المعلومات أنا ما بقولش إن إحنا بنقوله أصلا أحسن حاجة في ناس ما شاء الله محترفة عني أنا شخصيا وعن المبنوعة بتاعتنا كلها في الجزئيات بتاعتها وفي الموضوع كله وإن كان كان الهدف فعلا الرئيسي هو نقاش الحلول المخترحة كلها لأن كل واحد فينا بيبقى عنده بيزدى على خبرته وبيزدى على مشاريعه إفادة لنا كلنا فعشان كده حاولت أخلي الموضوع بس مركز مش مش تفصيلي بشكل كبير قوي وإن كان بنقدر نحاول نهيلايت فيه مع بعض الثلاثة أيرياز اللي نتكلم فيها اللي هو استخدمات البام كفاسيليتي استخدمات الفاسيليتي مع الايوتي استخدمات البام مع فيه وللوقتي أبا سعيد لو حبيت أسمع الأسئلة من عمنا حضرتكم جزاكم روكو الخير دكتور ألو شوك لحضرتك في مندس محمود عبدالرازي اتطرا لفرانس كمود كانت معا عليكم عليكم سلامت لارجات بطرون طيبين بطرون لو سمحت حضرتك ولا الواتي الم فهم في صناعات الإنشاءات أو الخرصانات والاستهيل بدأت تدخل في الموضوع ده؟ أم لا هي علاقة أكتر في الشغل الكهرومي كان يكون محطات؟ كده يعني طبعاً فكرة الـ Facility Management لو أنا صمعت مع حضرتك صح، فكرة الـ Facility Management لا يملهش علاقة بالمحطات أصلاً فكرتها أن هي ممكن تبتدي من المولات بحجم الـ MAP اللي موجود تحتها فكرتها أن هي ممكن تبقى موجودة في المباني الـ Industrial بشكل جدير قوي فكرة أن هي ممكن تستخدم في المباني حتى الـ Residential بس نقول الأملاقة التي فيها تكيف مركزي فارفايتن كاوتلات وأواء خلافه ثم في النهاية فعلاً فكرة المحطات زي ما حضرتك بتقول أكثر تعقيداً وإن كان خلاص بفكر الـ Facility Management لا الـ 250 مليار يورو اللي إحنا كنا بنتكلم عليهم في أوروبا من شوية دول مش كلهم محطات كهرباء أصلاً دول كلهم في مولات، في مصانع، في مستشفيات، في مباني إنشائية بشكل جدير قوي بس لو وضحت السؤال يعني هي تعتبر أقرب الـ M-E-B يعني؟ بالزبط، بالنسبة لك جدير قوي لأن هي فكرة أن أنا بصين المبنى بتاعي غالباً إحنا يعني غالبيتنا مهندسين مدني وعمارة ما عارفين الخراسانة ما بتصينش غالبون فين وفين إلا العقل ما ترى الله لحصل فيها المشكلة لكن فكرة الـ M-E-B كشلارات، كفايرفايتن، كبنبات، ككومبريسورز، كلوح كهرباء، الكلام ده كله هو اللي بيما محتاج مني فعلاً صيانة، مش هنقول صيانة شهرية يمكنك توصل لنيها صيانة يومية واسبوعية، فهي مركزة أكتر كفكر بعيداً عن اللي حتى بنتكلم فيه ده بكله، مركزة أكتر فعلاً زي محضرتك بتقول على الـ M-E-B طيب هي ممكن تبقى لها علاقة بالربير للمنشيئات مثلاً بمعنى؟ يعني المنشيئات مثلاً كالترميم والتدعم للمنشيئات ممكن تشارك في الموضوع ده يعني بقى لها يعني بقى لها يعني استخدم في الموضوع ده شوية آه شوية لا بمعنى إيه؟ بمعنى أن هي صراحةً فكر الفسادة management والجدرات السيانة دي الترميم لي أفكار تانية شوية إن أنا هي إعادة الحسابات وإعادة التصميمات بتاعتها والكلام ده كله فما بيبقاش داخل فيه هنا شوية بيبقاش داخل فيه أن أنا عايز أصيّن المبنى بتاعي أو أحطي له Corrective Plan أو Predictive Plan سيانات مستحملة هي فاهمين لي؟ لا ما بتبقاش بالشكل الواضح زي ما بيقوله وإن كان لا فيه فعلاً برامج سيانة للإنشاءات كالخرصانة وتغيير الوجهات والكلام ده كله بس ما بيبقاش داخل فيها التفاصيل بتاعتنا اللي بنكلم فيه هناك في السيطة المالجمات تمام؟ تمام، شكراً حراً تحت عمر هل هناك سؤال المؤخر؟ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مشاكرين جداً يا دكتور محمد على المعارض حضرة الرائعة دي تتبخيرك جزاك الله وبركاته كل خير يا باشمانش الله يخليك الاخر تحت عمرك خير حضرتك لو تكرمت أنا دلوقتي أنا عندي مكتب بيم مانجمينت موجود في مصر وفيه كان أحد المشاريع كان مطلوب فيه الفاسيليتي مانجمينت تمام؟ فأنا كان عندي حيرة في أمري هل أنا أطبق الفاسيليتي مانجمينت ديت في برامج البيمة الطبيعية ولا أخش على الزي بيلدر مرة واحدة؟ وهل إمكانية التعامل بعد كده مع المالك أو الأونر بعد كده بعد ما سلمه البروجيكت؟ هل هو فيه مثلاً أقدم له السوفتوير ده هو هيشتغل عليه بكونتراكت معين ولا أعمله مثلاً ترينينج ولا يعني طبيعة العمل بعد الهندو اوفر بالنسبة للكلينت أو للأونر لو أنا بسلمه البروجيكت؟ أنا دلوقتي ككونسلطانت أنا عملت له التاسك سلمته وعملت له هندو اوفر البروجيكت إيه المطلوب بعد كده أنا لأعمله معاه في زي بيلدر تحديداً؟ كمان مدام زي ما حرارتك بتقول حرارتك كونسلطانت وبيم مشاء الله بيم أوفيس موجود فيها فبالتالي انت كل اللي بيحصل فيه ان انت مع كل الديزاينز بدل ما ببعتها له لاوحة ببعته الكلام ده كله برفعها على الأكاونت بتاع المشروعه بتاعه هو كل اللي بيحصل فيها أنا لو داخل كاستشاري أنا اللي بحط الاسبكس فبرفع الاسبكس مربوطة بشكل اوتوميتد مع الالمنس بتاعتها الـ General Contractor بيتم بشكل أو آخر لأنا اللي بتابع كالتنفيذ بداعي ما تعملش أي عملية تشارة للبنود اللي موجودة عني كاسبكس غير لما بتسجل هو مين المورد ومين المواصفات بتاعتها الكام خطوة دول وأثناء التشغيل جزد إن حضرتك قفلت المشروع مش بتاعتك تعمل هندهوفر هو الـ Owner نفسه اللي بييجي بعد كده إن هو بيبقى متابع معنا المشروع من أوله فبيقدر يبقى تشايف كل البيانات بكل الـ Vendors اللي موجودة بكل الـ Documents متستفها بالنسبالي كـ Structured Folder على الـ Elements بتاعت حضرتك اللي هي الـ Elements اللي بيجيها فيوصبح الموضوع بالنسبالي أصبح Data Storage هو محتاج يشتغل بيها كـ Operational Facility Management فيه ما بعد هذا بيبقى ده مشروعه وبيقدر يكمل فيه بسبسكريبشن شهري أو سنوي يعني زي ما بيقوله سواء شهري أو سنوي فيها مرعاة بيقدر يـ Collect فيها كل البيانات بتاعته اللي حضرتك قعدت تبنيها معاك إنت كـ Stshary Design أو Stshary Bam أو حتى Stshary معاون يعني مساعد للمالك فهو بالنسبالي هو سيدة تجازل هو سهلاً ده حصل يا دكتور محمد تمام هو ده فعلاً حصل لحضرتك إن إحنا ستفناله كل الـ Specs وستفناله كل الـ Item موجودة على الـ Platform بس هو ده هل مطلوب مني أنا كـ Consultant إن أنا أخش معاه في contract جديد مثلاً على أساس إن فيه maintenance أو فيه خطة الصيانة اللي موجودة للـ Facility أنا بكتافي بس إن أنا أوريلي لـ يشتغل بقى management براحته يعني هي بس الفكرة في كده وهل أنا هحتفظ بحاجة زي كده عندي في الـ System فهو عنده حجم الـ M-A-T المعقد اللي إحنا بنتكلم عنه اللي جايب هيجيب له فعلاً شركة Facility Management تدور له المبنى بتاعه أو هو هيدوره بإدارة من الإدارات اللي موجودة عنده فلازم ساعتها زي ما حضرتك بتقول أنا بخش معاه بعد طويل الأجل يجدد سنوياً بشكل أو بآخر إن أنا بأشرف له كـ CastShare معاه بالـ System بتاعي ده على أي مكانة المشاكل اللي فيها ويبهو الأفراد أو الإدارة أو الشركة اللي جاي معاه هي أفراد تنفيذية فقط لغير لأن يمكن زي ما كنا بنتكلم مع حضرتك من شوية إن وجود الـ Designers أو الـ Consultant بتاعي اللي بنى معايا الموضوع يستمر حتى الطبيعي مش بنتكلم اللي إحنا بنعمله الطبيعي إن هو يستمر معايا طول فترة حتى التشغيل لا قدر الله فيه مشكلة حصلت لا قدر الله فيه ديزاين محتاج ينغير الكلام ده كله بيبقى أقل تكلفة عن مرحلة الـ نحن بنكلم تقريباً سنة بعد بالزبط، مينموم سنة تمام؟ سنة بعد الـ Hand Over بالزبط، سنة بعد الـ Hand Over بالزبط، سنة بعد الـ Hand Over ده أقل واجب هلو؟ أنا سمع حضرتك حضرتك سمائل تمام سمعك يا دكتور فضل سمع حضرتك تمام، بس فهي بيبقى مينموم فعلاً سنة ما بعد الـ Hand Over على أساس نستستين علاقة حضرتك وده طبعاً بتدين احنا سامحيات كتير كاوي كالـ Consultant في المشروع ان احنا بدل ما احنا بنمشي وبنسلم المشروع لا والله أصل الـ Designر عمل كذا غلط لا، ما هواتش حاجة غلط بس بفكرة مختلفة وبالتالي أنا بقدر أتابع معاه إلى أن الـ System handled لمدة سنة بحالها الـ Data كلها بتبقى معاه هو هو عايز يكمل وشايف الإفادة من نسباتي كـ Consultant معاه في خلال السنة خلاص ده بيبقى Consultation fees بسيطة جداً بدل نسباته وبيقدر يكمل فيها التشغيل معاه تمام يا دكتور محمد تمام، أنا مشاكل جداً لحضرتك تحت أمرك أنا أستأذنك بس دكتور أن أنا أتواصل مع حضرتك على بعض المحاضرة إذا تكترون جائزاً لي المشهون صحيح الله يأخذك شكراً جداً مع السلامة هل هناك سؤال والآخر؟ في سؤال هو بشونت خالد نحن مسألة يا دكتور زي حضرتك ربط بشونت خالد أشكرك جداً على المحاضرة أنا كان بس عندي سؤال على بالنسبة لمحاضرة اللي فاتة كانت مخصوص الـ كان المطلوب مننا في الـ ان هو بعد ما متدخل الـ كان بنعمل لبرامج تانية زي الـ بشونت خالد هل هناك سؤال؟ هل هناك سؤال؟ هل ينفع بعد كده الـ يطلع ديتا ديت ويعمل لها لينك مع الـ بشونت خالد لكن هي بالنسبة لنا أيّاً كانت الـ داتا اللي دخلت أيّاً كان الـ اللي حصل لأن هي مش منس خالد المشكلة ما كدهاش في الـ 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 داتا أنا ممكن أجيب لحضرتك هاردسك بالتيرة مليان ملفات ومليان داتا ما فيها اللي بيحصل جوة زي بلدر ان هو بيستف الحاجات دي كلها مع بعضها وبيعمل لها لينكينج مزبوط زي ما احنا قدنا بنتكلم بفكرة الـ فأيّاً كان الـ الـ اللي إحنا لسه كنا بنتكلم حتى أن أنا بقدر أسحب البيانات منه أنا بقدر أطلع حاله بس بالشكل المنصق هو بقى بيقدر يستوع بالـ داتا دي أكيد بيقدر يخدها عادي لكن أيّاً كانت الـ داتا اللي دخلت طبعاً بنقدر نخرجها بصورة شديدة جداً تماما دكتور شكراً جزيلاً الله عفو شكراً شكراً يا دكتور الله عزيك العافري مرة تاني على محرارات الشيئة الله يخليك ما حكينا بمرة الماضي يعني هيك يشرف كبير إنه يكون في عنا بلاتفورم خاصة بمنطقتنا العربية يعني الله يوفاك ويأخذ بإيدك أنت والشباب يا رب كان عنتي سؤال بس إذا بدي أعمل لنك للـ يلي مثل ISO واللي عم تشتغل أو عم تعتنى بالـ بقدر أنا بسمي للـ الـ ولا راح يكون التسمية غالط بها أو محدودة أستاذناك الشوط قطع سيننا وعدا كان سؤالي إنه إذا الـ أو إذا بقدر بعتبره كـ بالزبط يعني يعني طيب وفيها طيب عندكن أو بالنسبة لـ لتقديم مثلا مثل تامبليت مشان واحد يستخدمها بالـ والـ في شي جاهز هيك من طرفكم؟ في حاجات بتبع جاهزة بس يمكن إحنا بنفضلها إن كل مش هقول كل مشروع كل شركة بيبقى لها الإجراء بتاعها أو التستمونية زي بتاعتها فهما بيفضلوهم لكن إحنا بنعملها مع الـ اللي هو لو مفيش حاجة فعلا بتبقى جاهزة عنده إحنا بنـ بـ بعض التملس اللي بنقدر نشتغل عليها واللي هو بتقدر تساعده باست على بنسميها أو أحسن اللي تعاملنا معاه في المشاريع السابقة فبنقدر من الـ لغاية ما بنوصل هو إيه الأفضل بالنسبة للكيز بتاعتي لأن للأسف في الجزئية دي كل مشروع بكل مكيزة بكل دولة بالنتيجة زي ما حولتك بتقول الـ بتاعتها بنضطر نغيّر شوية في التملس دي لكن فيه إجزيست آه فيه حاجاتك إجزيست بالـ شكرا جزيلا يا سيدي من العفو تحتاج السلام عليكم ودكتور محمد عليكم السلام ورحمة الله بركاته عليش أنا آسف دخلت متاخر لأنه كان عندي سيشنز مع سيادة وزير الاتصالات برضو معنا درواتي في المؤازم السنة خركت منه عشان أستفيد بس استفادة جات في العسلة بني خليك تحت عمل أنا بس كان لها طلب يعني كانت تعاوز كيس ستادي على المحاضرة بتاعت النهاردة لو ترفحها بعد إذنك كيس ستادي تمام بإن شاء الله كده كده أعتقد شونس عمر ومحمد هيرفعوا الفيديو فيها كاملا وبتاعنا وفي نفس الوقت لو عايزين أي تفاصيل بتاعتي موجودة على الشاشة دلوقتي فقدر نجاهز لحضراتكم أين كانت المعلومات المتاحة تمام؟ لا فيش مشكلة بلال في غير يعني محاضرة أصلا أساسا أنا مستنيها بس صراحة كمان أنا عوض في جماعة مقصرين بالملكة أنا ورئيس مجلس الدارة فطبعا عندنا محاضرة الآن مع سادت الوزير عالي محمود وزير الصلاة السابق ووزير الاستشار التاني المادارية فطبعا كان بيكلم برضو على وعلى الانترنترسانجس طبعا أنا الاثنين شغالين مع بعض في نفس الوقت فالأخم فعون حضرتك لا 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 يعني بص بعد من شاء الله بعد الستشن دي أخواتي في بمياريبيا هيرفعوها وها سعيد ان حضرتك تفرج عليها وده التواصل بتاعي وهبه سعيد إن لو في أي حد حتى بعد الستشن دي نتواصلها مع بعضين المهندس 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 الإعلام بس يعني 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 زبت ركتة ساعتك الو الو سواق عليكم وشوهندس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضارك سامعني آه سامع حضارك أنا كفي شوية اسئلة عندي كده ريت لو وحضارك تقدر تساعدني في محاب بس الأول أشكرك واشكر بإمريبي على المحاضرة المتازة دي وإريبي بتبقاش آخر محاضرة أتمنى يعني أول أنا بكلم حضارك من خلفايا ممكن لها علاقة بتكلمنا حضارك بتتكلم به ده أنا كان عندي شوية مشاكل كانت وجهتني في الشغل اللي هو كان بيحاول يوصل للمستوى آآ اللي هو يدي خقصمية في البن موديلز بعتنا بحيثتين أنت بقى قاس بلت ينفع للفاسرات المانيجر بعد كده الديت داتا اللي موجودة يعني ايه أقصد بيه الديت داتا اللي موجودة احنا عندنا حضارك زي ما حضارك عارف اننا مفروض عشان خاطر أسلم الفاسرات المانيجر بموديلز يقدر هو يستفاد بيها لازم يكون جواها معلومات كتيرة جداً منها الكوبي منها حاجات كتيرة جداً تانية المشكلة الكبيرة ان المعلومات دي في أكتر من مكان متوزعها لأكتر من مكان في حاجات في المنتائر الصد ميتال في حاجات في الكونتراكت نفسه في حاجات ممكن تكون حتى في ميتينج اتقالت في ميتينج فكل الأنواع المصادر المعلومات دي كلها انا ما عنديش قدرة ان انا استخرج منها بشكل اوتوماتيكي المعلومات منها فده بياخد وقت كبير جداً 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 فأولاً في ان انا اعمل verification للكلام ده اتأكد نوع دخل مظبوط وعمله validation بعد كده فكاد انا اول سؤال ليه ازاي انا اقدر احل مشكلة الـ data دي دي اول حاجة لو زي بلدر يقدر يساعدني في حاجة زي كده حاجة التانية ان حتى الكوبي data اللي احنا كنا بندخلها جوا المودلز دي انا كنا في الغالب فيه مجموعة tools auto-desk عاملها مخصوص للموضوع ده بس المشكلة كلها ان احنا ما كانش فيه اداة بتقدر تعمل automation للـ validation والـ verification بتاع الكوبي data بتاعك وارد جداً جداً ان يكون فيه حاجات غلط تمام؟ فالحاجات الغلط دي بتتعطل الدنيا وبترجع الشغل وبتبقى فيه rework كبير جداً بيتعامل حاجة التالتة ده السؤال التالت ان مفيش لحد دلوقتي عندنا information requirements واضحها الـ facility managers نفسهم يعني احنا مفيش طريقة تقول والله ان المعلومات دي انت بتبقى دخلتها للمودل بتاعك وانت متأكد ان الـ facility manager بعد كده هيقولك انا عايز تضيف لي معلومات الفلونية او عايز المعلومة تكون في الصيغة الفلونية او في او بالـ details الفلونية فدي برضو مشكلة انا معرفش انتوا هل انتوا واجهتوها وانتوا بتعملوا لحاجة اذي كده ولا لا الحاجة الرابعة برضو اللي عايز اتكلم عنها هل فيه امكانين احنا نستخدم QR codes مع zbuilder ولا لا برضو فيه حاجة تانية برضو حاجتي انت حالين عايز سأعليهم برضو تاني هل ممكن نقد custom parameters العنصر من العناصر بعد ما نكون بعتنا اصلا ل zbuilder ولا ده مش متاح وبرضو كنت عادوا اسمع هل فيه مثلا امكانين نحن نعمل predictive maintenance من جوة zbuilder نعملوا management من جوة zbuilder ولا ده مش متاح فدي كل اسئلة انا عرف ان هي اسئلة كتيرة وممكن تاخد اصلا وقت اطول من اللي وقع حاجة تكون واضفة فيها فلو حد ترى حاجةك بشوق ترد علي فيها ياريت في مرة تانية او بعض المحاضرة حاجةك ممكن تبقى لو حاجةك مش عندك شوق وقت يعني ابقى سعيد في التواصل مع حاجتك على طول سارد عليك سريعا برضو اللي نشر المنفع علينا جميعا وبرضو تصحيح خطأي اذا كان فيه خطأ فيها طيب كل اللي حرارتك بتقولوا انا متفق مع حرارتك تماما سواء في لتا دات او في الحجم الميانات دي كلها او حتى من فصالة مانجمنت ما بيطوبش مني الموضوع واضح النقطة فيها يمكن زي ما كنا بنتين الشاشة بالنسبالي بقدر اوريها لحضرتك منها هنا المقطة رقم اول نقطة احنا بنتكلم فيها عشان كدا انا كنت باوضحها مع حضرتكو فكرة ان انا بقى عندي الموضوع كله متسرطف ومتقسم على الفولدر بتاعي والمشروع والزون والتيب اللي انا بكلم فيه وكمان مربوط في البيانات اللي جات لي من كل وال بندورز بتاعتي احنا بنحاول نمشي ايه ما لا يدرك كله لا يدرك كله ده معنى ايه؟ لو انا عندي دخلي معرفات وعندي زي ما حدرتك بتقول دخلة فيها فبنتكلم بالصدفة على بعض من المتاحة وكمان البراند كيسر وشنايدر اي بي بي كارير وخلافه عشان اشتغل بيها كل ده انا بقدر اساتفه بشكل او باخر برقيني معايا البيموضل ومعايا البيميس بتاعي اللي انا مقسمه بالشكل ده ومعايا حجم الدوكمينت فانا بقول ايه؟ باقر اريح نفسي ان كل ما يتعلق بحط خطين بما يتعلق بالشيرلر الفلاني اللي موجود عندي تحت دي كل الدوكمينتس اللي بتتكلم عنه عارف ان هو مش احسن حاجة وعارف ان هو مش افضل حاجة بس ده فحد ذاته ان انا جزت زي ما كنا بتتكلم فيه هنا في الادخال بتاع البم زي ما كنا بنعملها هنا ان انا كل المعلومات جزت ان انا عملت كليك على الكمبريسور ده فتاح لي كل ما يتعلق بيه التعلق ده بقدر اربطه ببساطة وانا بدخل المعلومات هو سواء انا كاستشاري او انا كذيندور او انا كبراند او انا كمهندس تنفيذ مش محتاج كالجعة لانا بقول ده مربوط بس فيجولي زي ما بيقولوا بالالمنت ده فاصبح من النسبالي طول مرحلة التشغيل مش محتاج مجهود عظيم عشان اقول هو السطر ده او الصفحة دي لا انا محتاج بس حاجة لما سلم المشروع اقف اقول هو الكمبريسور ده فين كل ما يتعلق بيه طالعلي meeting minutes طالعلي specs جاية من استشاري طالعلي بس كلها تم ربطها على ال bin model ده على مراحل يعني مسلا المواصفات بتاعت الاستشاري دخلت معايا من الاول meeting minutes دخلت اسناء مرحلة الاسبلت اول ما بدأت اشتغل فيها الفيندور اول ما طلبت منه RFQ وبعاتلي pre-qualification والكلام ده كله بدأي بعد تالي فهي حجم معلومات كتير قوي بس دخل كل واحد في مرحلته وعملية ربطه بالelement ده او بالzoon او بالcategory دي اصبحت عملية مبسطة virtual appeared زي ما بيقول اخر المشروع وحضرتك بتسلمه او حضرتك كفاصيلة management بتستلمه انت بقى عندك نقدر نقول ايه في فولدر بالطريقة البلعدي بتاعتنا في فولدر على بعضه للالمنت ده متستفى فيه كل البيانات بالتواريخ بتاعتها بينين اللي ضافها وخلافه وبرجع بأكد ده مش هنقول افضل ما يكون انا بقى لو كفاصيلتي مانجر او فاصيلتي مانجر في الموضوع إذا ابتدي استلمها ابتدي اقسمها واوصل لaccuracy بس حتى الaccuracy دي انا من وجهة نظري لان زي ما حضرتك كنت بتتكلم فيها باوصل للليفل ده اصلا انا يمكن المنظر اللي فعلا وريته لحضرتك في المداية اللي هو اللوحة الكتير والفولدر اللي ملعبيت والكلامنا كله دي كلها دي المشاريع بجد فما لا يدرك كله لا يدرك كله قدرت احصر كل المواصفات والتفاصيل والمانوالز والهند اوفر وامر التوريد حتى وامر الاستلام بتاع الالمنت ده او بتاع الكمبريسور ده او بتاع الفايرفايتنج سيستم ده او او خلافه في مكان ما سهل الوصول لي ده من وجهة نظري الصغيرة انجز ما لا يقتل عن 60-70-80% من المجهود التلاتين في المئة تبقى اقدر اشتغالها بقى اثناء التشغيل فده اول جزء بالنسبة لي علاقة بالديت ديت والكوبي ديت الجزء اللي بعد كده طبعا فكرة الكيو ار كود واستخدامها وان انا بقراها منه ده اساس الاي او تي اصلا فكرة ان انا بقدر اربط على طول من المخازن وابقى امعلم على الاساس التاعتي كلها او المشين المشينري اساس التاعتي كلها بتاجز والتاجز دي سواء بQR كود سواء بRFID سواء بNC كود والكومنيكيشن عدا طول بهاند هي اللي تبعت النحة الثانية وده احدى فعلا من المشاريع اللي احنا كنو اشتغالين عليها الفوتر اللي فاته فكرة طبعا اضيف Custom Parameter Unlimited الData بتاعتنا زي ما بنقولها كده الدفاتر دفاترنا والبيانات بتاعتنا واقدر اضيف اي Custom Type سواء على Category او Family او Element بعينه وارجع اريه افزة الموضوع لانه زي ما قلت بحضراتك هو في الاخر زي ما لو لسه الشاشات باينة قدام حضراتك كده بقدر احط كل الProperters والProperty اللي احنا بنتكلم عليها ده سريعا كده لو بنتكلم على فكرة الData وضعبطها فكرة الQR Code فكرة الFacility Management Standard هارجع بس اوضح اخر نقطة فيها في الFacility Management Standardization او a requirement بتاعته طبعا اكيد غالبين حضراتكوا عارفين ان مثلا دبي او الامارات عموما ما بقاش فيها فكرة اللوح بقيت pin model لانها بتسلم الموضوع كFacility Management وبدأت تطلع بيها فعلا زي التقرير بتاع الIFMA في امريكا انها بدأت تطلع standardization هو الFacility Management اللي هيستلم مين هيستلم ايه ده كتاب بحاله وبدأوا يطلعوا له standard فعلا طرق الاستلاب وايه بالنسبة لها فدي عارف ان هي في مصر والوطن العربي بشكل او باخر ممكن تكون issue بس بس خلاص الناس بدأت تعرف تشوف هو صح فيه وتمشي وراه وكمان بوجود standard الIFMA الخاص بالBIM مع الFacility Management اعتقد النقطة دي واذا من tour three years هتختفي تماما ارجو ان اكون رديت على حاجة من كل اسالة حضرتك وبرضو هذا سعيد للتواصل مع حضرتك في اي وقت تماما انا بس كان عندي سؤال اخير بس ال Comic 3 الناس ال ال مفيش ده مش موجود لسه في زي بيلتر ولا موجود لا موجود موجود يعني أنا أدرى أدرى لو أنا خطت سنسور سنسور ده مربوط بمشين معينة أو مربوط بمشين معينة أدرى أعرف في الريل تايم استيز بتاعته في الوقت الحالي اللي موجود في دلوقتي الظبط فأولا إن كانت تسمي هل بقدر بقى هل بقدر أبلاي رولز على العدات اللي جايالي دي ولا يعني مثلا لو لو انخفضت مثلا كفاءته مثلا لـ 80% أو 77% هل بقدر أبلاي رولز عادي سواء تابلاي رول of alert أو تابلاي رول of actuator يعني لو درجة الحرارة زادت عن درجة كذا طلع alert لما زادتش ما تطلعش أو العكس اللي هو فكرة الـ automation of action اللي هو لو لا ده ضغط المية أو ضغط الـ steam وصل لكذا شغل الرلي رقم كذا لأنه زي ما قلت لحرارتك هي الفكرة ان زي بيلدر هو الـ layer of access and connectivity with the industrial data هو بياخد البيانات دي ويرجع يردها على الـ sensors والـ actuators اللي موجودة معانا تمام؟ تمام 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 شكر ليك جدا والله بشوانتس شكر ليك جدا جدا بالبين إريبيا ويا رب اتبقاش اخر مرة حضاك تدينا فعا محاضرة يا مساهد ربنا يخليك وعبا سعيد دايما بالتواصل مع حضرتك ومعادة يخبرك تمام شكرا جزيلا شكرا هلفي شو بحضاك دكتور هلفي اي حد عنده السلسة ثاني؟ هلفي اي حد عنده السلسة ثاني؟ الحمد لله الـ فش السلسة ثاني إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا هلو؟ هش سحمد؟ هحمد أشم لا او اثري من خلاص الحمدلله تمام